موسيقى 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 أصبح لا مثق idol موسيقى 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 أيضا لأنه كنشوف عدد كبير من المشاهدات في الليف دياله ما كنشوفو غا سبعين ألف تمانين ألف ثلاثين ألف خمسة وربعين ألف من بعد ما كيرسلولي الناس وضرني خاطري كيرسلولي الناس الليف دياله ضرني خاطري يا الخوت على المستوى اللي كنشوفو خوتي ما علي يا مبيا ما علي يا مبيا تكلقى مجموعة ديالناس رسلاليا هاد خينة هذا اللي كينتامي القوم لط اللي ذكرهم ربي في كتابه الحاكيم اللي هو القرآن الكريم هاد شي اخوتي فغيمون بزاف هاد الكاريتا اللي ولينا كنشوفو متحول كيتكلم بألفاظ مصخة ألفاظ زنقاوية لا أخلاقية كيشاهدوه الملايين ديالناس منهم الناس اللي كبار في السن ومنهم ناس مراهقين ومنهم ولدات صغار أشهد شي يا خوتي أشهد شوها الولدات كيقرأوا في التليفونات وفي البيسيات باش غنعرف أنا ولدي سالة درس ديالو وما انتبهتش ليه ودخل هاد الكاريتا وكيتفرج ليها في هاد مول الطالون أشهد المهزالة أشهد المواضيع اللي كيتطرقوا ليها أمام العالم أخوتي أخوتي هاد شي راه فيه قلة لحيا هاد شي فيه قلة لحيا بنادم ولمكبوت لهاد الدراجة مستواكم أحقر أحقر لو فاش كيكملها ويجملها يقول لك بغيت بيسمحليه ونرجع راجل ونحيي تصدر واش الأصل بوك خليتي لبك فين غاي شوفيك وفين غاي سمحليك شوهتي عائلتك وشوهتي المغرب والمغاربة أرضيتي المغاربة كلهم اللي وبيت بزاف عليك أوليدي وحاشاك حيث بحالك هوم اللي خرجوا على المراهقين أنا عمرني ما حلمت غايجي واحد النهار ونطلع نشرشمك حيث كان قول ما حدوك يتكلم بحطيران وخدام على راسه وبغي بباه يسمحليه كان خسروا عليه غاي الله يهدي ولكن أخوتي فش يعطي واحد صورة على بلادنا وعلى الرجال المغاربة أنهم كاملين فاسدين وأنهم كلهم لوبيات كما كيقول على الليسان دياله وكلهم مثليين والنساء كلهم خارجي للطريق ويطلع معاه ديك اللي كيقولوا لاكل ها ديك اللي زعماعة دوالدة اللي خاصة تحتارم واحد الملائكة صغيرة معاها في الدار طلع معاه لايف وكيف يصدف أخلاق المجتمع ويا ويل يا ويل اللي يقول لهم نعرض الله يوع عليكم اين الدموه اين الدموه وليقول لهم انتم ما سلاقت حاش وجوكم أخوتي وسمحوا لي على هاد اللفظ كيف تاخروا بيها ما عندهمش الكرامة الضرع دي الإيمان ما في قلبهمش رب يعطانا مرض اللي يتبلا به العالم كامل وكل شي كيصلي وكيطلب الله ويطلب ربي يعطينا فرصة تانية كنطلبوا كاملين ربي يعطينا فرصة تانية وهاد الميت اللي ملطالون في هاد الوقت بالضبط اللي احنا كنعيش وهاد الأزمة هادي وفي هاد الأيام المباركة اللي هي الشعبان أخوتي شعبان اللي أغلب الناس كيصوموا نصف شعبان ومقبلين على رمضان مقبلين على رمضان اللي هو شهر الغفران كيسمعوا منه ولادنا هاد الألفاظ هدا هاد الألفاظ الخبيثة هاد خينة كيساعد في نشر الفساد كيساهم في نشر الدعارة وبغي ينشرها بالسيف ولا بالخاطر المهم خاص هو ينشرها كيسمعوا كلام نابي والناس كتفتخر به هاد شي اخوتي كييبكي هاد شي كييدر في الخاطر هاد شي اخوتي كييقلم الحمد لله أخوتي ربي اللي صلت علينا فقط غير هاد الوباء وما صلتش علينا الطوفان ولكن اللي هو معليه وعلى اللي كييهزوله في القيمة اللي هو لا قيمة له أساسا أنا فاش كنشوفهتش يا اخوتي عيني كتدمع كتدمع أخوتي وكان بكي يا ربي يا ربي ترحمنا هاد شي اللي غنقوله كنقوله فقط يا ربي ترحمنا غير على وجه الصبيان الصغار أما الكبار ما خلولي نوجه مع رب العالمين طبعا المساجد تسده احنا مقبلين على رمضان فين هم التراويح فين العبادة ربي غاضب علينا ربي غاضب علينا ولينا كنشوفه اخواني ولينا كنشوفه رجال مع الرجال وهاد مول الطالون كيف تاخر بهاد الكاريتا وكينشرها في البلاد خرجته علينا وعلى وليداتنا فخصكم أكيد الترباو وخصكم التربية لأنه هاد شي زاد عن حديه هاد شي زاد عن حديه هاد شي خاصه يوقف عند حده احنا كدولة إسلامية وحنا دولة إسلامية وعندنا إله اللي لا شاركة له وعندنا رسول عليه أفضل الصلاة والسلام خاصنا نوضع حد لهذا الكاريتا ولهذا الشوهة ولهذا المهزلة لهذا المصيبة أخوتي كان ناشط القضاء أنه يوقف هاد الناس عند حدهم لأنني ماشي أنا اللي انتبهت لهذا المصيبة أبدا أخوتي أنا ما كنتفرش فات شي وما كان شاهدش هاد المصيبات وما كان شوفش هاد اللايفات فقط إلا دخلت للإنستغرام كنقلب على شي حاجة اللي كتضحاك شي حاجة اللي كتفوج على القلب نقدر نتابع شي لايف اللي هو فيه موضوع مهم بحال بشراء هريش كتجيب ناس اللي هما مرادين بهذا الوباء هادا كيعطيهو نصائح للناس يعني يعطى الله مواضع اللي نتفرجوا فيه يعطى الله باش نبدلوا نبدلوا يعني القنطة اللي راحنا فيها فمتتبعيني هما اللي رسلوا لي هادا الكواريت هادو اللي أنا شفتوا تصدمت وكي يقولوا لي هدريليني على هاد شي فأنا مني شفت أخوتي هاد شي والله العظيم إلا بالدموع بالدموع أنا فشفت هاد الفيديوهات هاد الكاريتة خاصة لحد الإخوان وأنا مغنسكتش وكل مرة غندير عليكم فيديو ونشرشمكم تنشوفوش كون فينا اللي غيرية حيط طفح الكيل طفح الكيل الخوت تل هاد الدرجة سألوليكم المواضيع ديروا الضحك فوجوا على الناس قولوا نوكت محترمة وضحكوا الناس طلعوا الناس يعودوا مشاكلهم ويستفد الشعب طلعوا اللي كان فاسد ورجع للطريق ونشروا النصيحة بين الشعب وشباب المستقبل ديروا حمالات أطل الله فاش تكلموا أطل الله فاش تهضروا أطل الله فاش توعيوا الناس وانتوما أكبر فاسدين وبغيتوا تعطيوا واحد الفكرة واحد نظرة على المغرب والمغاربة على أنهم كلهم فاسدين واللي يجي للمغرب فقط غيجي على الضعارة الله يخسف بكم الأرض هذا الشيء اللي سأقول لكم إخواني أخواتي لازم أننا نغيروا هذا الحالة اللي رحنا نقول لنا كنشوفها أنا ما غان سكوتش على هذا الشيء لأنني ما شفتوش وما كان بغيش نتفرج في هذا الناس أنا من الناس اللي كنت كندفع له مول الطالون أنا من الناس اللي كنت كندفع له ولكن يا حصراته ندمت ندمت على أنني كنت كندفع له بحالة الشخص هذا بحالة الشخصية واللي كيطلعوا كيبكي ويقول لك أنا النادم اللي نادم ما كيجيبش الناس ويطلعهم ويبقوا يخصروا في الأدراء ما عارفوش اللي مراهقين ولا ناس بعقلهم ولا شكل يتابعهم ومنين يطلع شيء واحد شيء مشهور ولا شيء معروف كيحتارموه كينود يطلعوا ويقولوا أنا عندي بنتي وعندي ولدي هاش حاسين دالو ويقول لي يا ربي ما يكونش كيتابعنا لأنهم عارفين أنهم كينشروا الفاساد عارفين أنهم كيدروا الغلاط عارفين ولكن ما كينلا حاسيب ولا رقيب ولا من يوقفهم عند حدهم ولكن هايهات هايهات فاحنا كشعب مغربي كشعب مناضل كشعب مغربي حرف دمنا روح تم غرابيت غانو وقفوكم عند حدكم لأنه طفح الكيل هذي المهزالة هذي فقط ولدتنا عيشوا في هذي تخسر هذي الكلام الفاحش وطلعوا لنا المثليين جنسيين فهذي هذا كامل ما بقيناش بغينا نشوفوه حسبي الله ونعمل واكيل في كل فاسد فيكم حسبي الله ونعمل واكيل فقط إخواني أخوتي كان هذا الرأي ديل على هذا الموضوع خليوا لي آرائكم في التعاليق أكيد غادي نجاوبكم كامل إخواني أخوتي فهذا الموضوع أنا ما غداش نسكت عليه وأكيد غادي ندير عليه فيديو عشرة وخمستاش وثمانين وستين غاندير كل مرة فيديو إخواني أخوتي خليتكم على خير تهلا ولفرسكم والسلام وعليكم